اشتركوا في القناة على وجه الخصوص بالمندوب الوزاري في إطال المهام الموكلة إليه لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان وأضاف كما لا يفوتنا أن ننوه باللقاءات والفعاليات التي ينظمها في مختلف ربوع المملكة فاعلون في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والتنمية المستدامة احتفالا بهذه المناسبة فكلها مبادرات تجسد بجلاء الالتزام المغرب الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وأكد العاهل المغربي أن ذكرى لهذه السنة تكتسي أهمية خاصة تتجلى في التزامها مع ظرفية تواجه فيها البشرية تحديات كونية من حيث أبعادها وغير مسبوقة من حيث حجمها وتنضاف إلى الهوة العميقة الناجمة عن تفشي الفوارق ومختلف أشكال التمييز التي لا تزداد إلا حدة وتفاقما وما فتأ صدام الجهالات يتمخض عن أشكال شتى من التعصب والتطرف بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتدفقات الهجرة التي تشكل تحديات جديدة في طريق تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأكدت الرسالة الملكية على أن العدالة الاجتماعية والمجالية ظلت وما تزال من المبادئ التي تحكم التوجهات العامة للمملكة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذ ينبغي أن تساهم كافة السياسات العمومية في إحقاقها لتضع بذلك اللبنة الأولى لمجتمعات متضامنة ومنسجمة يتمتع فيها كل فرد بالحق في الأمن والحرية والكرامة والمساواة